صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 28 لسنة 2016 بشأن عادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته جاء فيه ما يلي يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزيرة الصحة وعضوية كل من الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري ممثلا عن وزارة الصحة الأستاذة مون السيد كاظم العلوي ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة آمنة حمد الرميحي ممثلا عن المجلس الأعلى للبيئة المهندسة فاطمة محمود يوسف ممثلا عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأستاذ جاسم محمد الحربان ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الأستاذ عبد الكريم علي عبد الكريم ممثلا عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية الأستاذ قيس حسن الدوسري ممثلا عن وزارة شؤون الإعلام الأستاذ نوار عبدالله لمطوع ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة المهندس مجدي بكري ياسين ممثلا عن جمعية مكافحة التدخين وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ترجمة نانسي قنقر